منا يا كابل ينظم علينا مراسل الغد عبدالله نادر عبدالله ما هي آخر التطورات لديك هناك مساع وجهود استباقية لتشكيل الحكومة المستقبلية فهناك جلسات واجتماعات بين قادة مقاتل طالبان وكذلك أساسة الأفغان فهناك أنباء وصلتنا للتو وهذه الأنباء متسربة من هذه الاجتماعات وهذه الجلسات تفيد بأن مجلسا سوف يقود أفغانستان وليس رئيس أو شخص معين وربما هذا المجلس ربما يسمى بشورى الحل والعقد وبالتالي طالبان لا تريد ولا تسعى إلى احتكار السلطة كما قال اليوم رئيس لجنة الدعوة والإرشاد في المقاطعات الشمالية التابع لطالبان بأن الحركة لا تسعى إلى احتكار السلطة وكذلك أضاف هذا القائد الميداني بأن حركة كذلك لا تسمع بتقسيم أفغانستان إلى شمال وجنوب فيما هناك تصريحات أمريكية ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس أشرف غني بشأن عودته إلى أفغانستان قالت الوزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بأشرف غني والوضع في العاصمة هادئ وكذلك في أكثر المقاطعات الأفغانية هادئ إلا أن هناك عملية إجلاء أمريكية وكذلك لدول أخرى غربية تبدأ أحيانا وتقف أحيانا في وقت تحشد هناك حشود كثيرة تنتظر الخروج من البلاد ولحد الآن لم تصلهم نوبة الخروج وعلى صعيد متواصل النازحون الذين وصلوا إلى العاصمة كابل الأسبوع الماضي بدأوا في الرجوع إلى منازلهم وإلى أماكنهم الأم في مقاطعات شرقية أربعة شهدت اليوم وأمس كذلك تظاهرات مناهضة لطالبان وذلك دعما للعلم الوطني الشعبي الذي كان موجودا في الحكومة السابقة هذا العلم اقتلعته طالبان ونصبت مكانه العلم الأبيض ما أثار حفيظة الشبان في مقاطعات شرقية لحد الآن ليست هناك جديد في الميادين القتالية هذا بالنسبة للأوضاع الميدانية على الصعيد السياسي ربما والتصريحات السياسية ابن أو نجل القائد الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود طالب بدعم أمريكي لمواجهة طالبان ما هي التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر؟ أبو هذا أحمد شاه مسعود المهندس أحمد شاه محموز كان مناوئا مناضلا لمقاتل طالبان في أوائل التسعينات من القرن الماضي وصمد أمام زحف طالبان آنذاك حتى مقتله عام 2001 وقبيل حوادث 11 سمتمبر بيومين فقط يبدو أن هناك ستفتح جبهة جديدة في مقابل طالبان وهذه الجبهة ستؤدي إلى زعزعة الأمن في المقاطعات الشمالية إذ من المشهود أن نفوذ هذه الجبهة في المقاطعات الشمالية كبير وذلك لشهرة أبي هذا الشاب مسعود له شهرة وله مقاتلون وكذلك مؤيدون في المقاطعات الشمالية وبالتالي يبدو أن جبهة قتالية تفتح في وقت وصلت إلى مقاطعة بانشير واد بانشير قوات أفغانية هربت من كابل وكذلك سياسيون آخرون وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس أشرف غني وبالتالي هذه الأمور ستتضح في أيام قريبة ما إذا هذه الجبهة ستبدأ عمليات قتالية ولكن هل بالفعل هذه الجبهة بدأت تتلقى أي نوع من أنواع الدعم الدولي عبدالله لحد الآن لست هناك تفاصيل ربما هناك الآن إيجاد علاقات وروابط بين هذا الطرف والطرف الثاني وهذه الأمور ستتضح في الأيام القليلة القادمة نعم شكرا جزيلا لك من كابل عبدالله نادر مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة